اشتركوا في القناة 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 مشيدا بنتائج الزيارة في الواقع وفي مختلف زواياه واتجاهاته وحددت نقاط الاحتياج والمعالجات والتوصيات المناسبة ازاءها وقال فخامته ان خدمة المواطن تتصدر الاولويات في مختلف الظروف ومنها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد ليشعر بالسكينة والطمأنينة ويسهم في تحمل مسؤولياته في الدفاع عن مصالحه ومكتسباته موجه الرئيس الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات المرفقة المتصلة باحتياجات محافظتي مأرب والجو حضر لاجتباع نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ابا وزير ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح الاحمر خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ناقش مستجدات الوضاع الميدانية في اول ايام الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة ووافقت عليها الشرعية ودول التحالف من جهة والانقلابيون من جهة اخرى بما يمهد لمشاورات الكويت المقرر لانعقادها في الثامن عشر من الشهر الجاري واكد نائب رئيس الجمهورية ان التوجيهات التي صدرت لكافة القادة العسكريين بتثميت وقف اطلاق النار في الوقت المحدد لذلك بناء على اوامر اصدرها رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير عبدالرب منصور هادي واشاد الفريق الرقن محسن الى ان تلك التوجيهات تأتي ايمانا من الحكومة بضرورة ايجاد حل ينهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي اهدرتها الميليشيا والتزام منها بما ابلغت به مبعوث الامين العام للامم المتحدة بالموافقة على وقف اطلاق النار واطلع نائب رئيس الجمهورية المبعوث الاممي على خروقات ميليشيا الحوتي وصالح في الساعات الاولى من الهدنة وخصوصا في محافظة تعز مشيرا الى ان ذلك يتطلب ضغوطا اكبر من الامم المتحدة لكبح جماح الانقلابيين ووقف رغبتهم في مبارسة القتل والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الاممية منها القرار 22-16 من جانبه اشار المبعوث الاممي الى اهمية ان تبدي جميع الاطراف حسن نواياها في الرغبة الى التوصل الى حل في المشاورات القادمة بدولة الكويت مجددا موقف الامم المتحدة ثابت في دعم الشرعية ورفض الانقلاب التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن الاحمر في مقر اقامته الموقت في الرياض وزير الاعلام الدكتور محمد عبد المجيد قباطي ورؤساء المؤسسات الاعلامية الرسمية جرى خلال اللقاء مناقشة اوضاع واداء المؤسسات الاعلامية والسبل الكفيلة بتطوير ادائها للقيام بدورها المنشود في المرحلة الحساسة التي تعيشها البلد جراء الحرب الهمجية التي فرضتها الميليشيا الانقلابية واكد نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من التنسيق بين المؤسسات الاعلامية الرسمية بما يعزز من ادائها وقيمة مخرجاتها والعمل على التقييم المستمر للرسالة الاعلامية لتجنب تكرار الاخطاء وتجاوز اوجه القصور مشيرا الى ان المرحلة الحالية تقتضي من وسائل الاعلام المساهمة في دعم محاولات السلام ويعادة الشرعية ووقف نزيف الدم اليمني وثمن الفريق محسن الجهود الكبيرة التي يبدلها الطاقم الاعلامي الرسمية في الرياض والذي كان له الدور في ايصال رسالة السلطة الشرعية بعد ان سيطرت الميليشيا الانقلابية على كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية كما اكد نائب رئيس الجمهورية ان الحكومة ستعمل كل ما من شأنه تعزيز اداء المؤسسات الاعلامية الرسمية ودعم العاملين فيها وحل كافة الاشكاليات التي تعيق سير الاداء التقى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبايد من دغر اليوم في مقر اقامته الموقع بالعاصمة السعودية الرياض المبعوثة الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وناقش معه التخضيرات الجارية للمشاورات التي ستجرى في الكويت بتاريخ الثامن عشر من ابريل الفين وستة عشر واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالهدنة حيث صادرت التوجيهات لكافة القوات الشرعية في الجبهات بضبط النفس ووقف اطلاق النار التزاما للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ العاشر من ابريل لافتا الى ان المؤشرات الاولى للهدنة تبدو جيدة وقال بن دغر نريد سلاما دائما يحقق امان كل اليمنين ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس بيد اطراف اخرى واضاف رئيس الوزراء نريد الخروج من هذه الازمة وانا تمنى بان الطرف الاخر قد استوعب الدرس ولا نحتاج سنوات لاحلال السلام انما نحتاج الى صدق النوايا من جانبه ان المبعوث الاممية الدكتور احمد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في هذه المرحلة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة وجدد ولد الشيخ موقف المجتمع الدولي المساند لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها مشيرا الى العمل من عجل السلام الدائم الشامل في اليمن وان اي حديث مستقبلي بين الاطراف سيكون تحت مضلة القرار رقم 22-16 وقال ان النقاط الخمسة التي سبق الاعلان عنها ستكون هي المحور الرئيس لمشاورات الكويت معربا عن تفاؤله بنجاح الهدنة التي تشير مؤشراتها الاولية من الجبهات بانها جيدة حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافين ناقش رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اليوم في مقر يقامته المؤقت في الرياضة مع رؤساء المؤسسات الاعلامية الرسمية اوضاع هذه المؤسسات وسبل تطوير الاداء الاعلامي بما يتواكب ومتطلبات المرحلة وتطوراتها الجارية واكد بن دغر حرص الحكومة على المؤسسات الاعلامية وكواديرها وانها تولي اهتماما بالغا بتطوير الاداء الاعلامي باعتباره السلطة الرابعة وبما يخدم قضايا الوطن خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تقلبات سياسية وعسكرية كثيرة كما اكد ان كل الاجراءات التي اتخذت من قبل الميليشيا الانقلابية ضد الاعلاميين تعد اجراءات باطلة لا يترتب عليها اي اثر قانوني واستعرض الاجتماع الخطط والبرامج المقبلة الرامية الى الرفع من مستوى الاداء الاعلامي والوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الاعلامية والاتفاق على ايجاد حلول عاجلة من شأنها ان تدفع العمل الاعلامي واسهامه بايصال الرسالة الوطنية في هذه المرحلة بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافية اليوم مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تولر المستجدات السياسية على الساحة اليمنية والتحضيرات الجارية لمشاورات السلام المزمع عقدها في الثامن عشر من ابريل الجاري في الكويت واكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة اليمنية على انجاح هذه المشاورات والالتزام بوقف اطلاق النار الذي تم الاعلان او البدء باعلانه يوم امس الموافق العشر من ابريل الفين وستة عشر وقال وزير الخارجية الجانب الحكومي مستعد للجولة القادمة من المشاورات وانه يتعاون بشكل كبير مع المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ومع الاسرة الدولية في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الامر رقم اثنين وعشرين ستة عشر واستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخالجية وآلية التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني من جانبه اكد سفير الولايات المتحدة دعم بلاده للعملية السياسية ووقوفها الى جانب الحكومة اليمنية في جهودها لتطبيق قرار مجلس الامن واستعادة الدولة وتحقيق السلام مثمنا للتعاون الاجابي للحكومة اليمنية مع المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وقال ماثيو تولر ان الولايات المتحدة والاسرة الدولية تدعم المشاورات القادمة التي ستعقد في دولة الكويت حضر اللقاء المستشار بوزارة الخارجية محمد عبدالله الحضرمي بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن باتينة موشايت العلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد وسبل تعزيزها وتطويرها وجرى التطرق الى الجهود المبذولة للتحضير للمشاورات المرتقبة في الكويت في الثامن عشر من ابريل الجاري ووقف اطلاق النار الشامل الذي بدأ سرايانه اليوم ولفت المخلافي الى انه قد وجه رسالة الى المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ تؤكد التزام الحكومة اليمنية بشروط واحكام وقف الاعمال القتالية التي تم اقتراحها من قبل الامم المتحدة واشار وزير الخارجية الى ان فقامة الاخ رئيس الجمهورية وجه كافة القيادات العسكرية الالتزام بوقف العمليات القتالية وانه تم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات تحت رعاية قوات التخالف برئاسة المملكة العربية السعودية في منطقة ظهران بالمملكة العربية بين ممثلين من الحكومة اليمنية ومن الميليشيا من اجل وقف العمليات القتالية وفك الحصار عن المدن المحاصرة والسماح للمواد الغذائية والادوية بالدخول الى هذه المناطق واكد ان الحكومة قدمت كل ما يمكن لضمان وقف اطلاق النار وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني والتوجه الى الكويت في ظل اجواء ايجابية على امل ان يلتزم الطرف الاخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت حضر اللقاء المستشار في مكتب وزير الخارجية مروان علي نعمان ناقش اجتماع بمحافظة ارخبيل سقطرة برئاسة وزير الثروة السماكية فهد كفائين لاجراءات الوقائية لتجنب كارثة تلوث البيئة المحرية نتيجة الباخرتين الجانحتين على شاطئ حولا بالمحافظة وفي الاجتماع اكد وزير الثروة السماكية اهمية وضع الحلول العاجلة لضمان عدم حدوث اي تسريب للبنزين والزيوت الى البحر من الباخرتين لتجنب كارثة بيئية بحرية يصعب السيطرة عليها كما شدد الاجتماع على سرعة انقاذ الباخرتين واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة عدم امكانية الانقاذ بوضع برنامج لاستخراج المواد السائلة لضمان عدم تسرب اي مواد للبحر وكلف الاجتماع لجنة خاصة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون البيئة والتنمية عبدالجميل عبدالله علي وعبوية مدير عامل مصائد السماكية بالمحافظة سعد بازياد وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين لمتابعة اجراءات الباخرتين الجانحتين والمراقبة والتواصل مع الجهات المختصة لإيجاد الحل المناسب للباخرتين وحدد الاجتماع يوم السادس والعشرين من إبريل الحالي موعد الاجتماع القادم للنظر في الإجراءات المتخذة استشهد جنديان ومدنيان اليوم بقصف مدفعي المكتب شنته ميليشيا الحوطي والصالحة الانقلابية على أحياء تعز منذ سريان الهدنة وقال مصدر طبه أن القصف الذي طال الأحياء السكنية في المدينة أسفر عن استشهاد مدنيان وإصابة عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال وأضاف المصدر أن اثنين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة استشهدوا وأصيب ستة آخرين جراء قصف الميليشيا الانقلابية لمواقع الجيش والمقاومة في معسكر اللواء 35 والضباب كما قامت الميليشيا الانقلابية بحبلة مداهمات وتفتيش للمنازل في منطقة الخرائب والزحيط والبتراء بالحوبان بمديرية التعزية شرق المدينة وفقا لمصادر محلية وقالت المصادر إن شاحنة تابعة للميليشيا الانقلابية تحمل دبابة وناقلة أخرى تحمل مدفع قادمة من الحديدة وصلت إلى منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية غرب تعز أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء عبدالله شندقي أن ميليشيا الحثي وصالح خرقت الهدنة وهاجمت مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في نه شرق العاصمة وقال إن الميليشيا قامت بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نه وأوضح بأن الميليشيا شنت فجر اليوم هجوما على الجبل الهدياني الذي استولت عليه قوات الجيش والمقاومة في خرق واضح للهدنة ولفت الشندقي لأن أفراد الجيش والمقاومة تصدوا لهذا الهجوم وأحبطت محاولة التقدم حيث تكبدت الميليشيا خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأكد مقتل أربع من عناصر الميليشيا وأصابة آخرين إلى ذلك أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن ميليشيا الحثي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى جبهة نه مشيرا إلى أنه تم رصد عدة أطقم تحمل عشرات المسلحين في طريقها إلى جبهة نه لتعزيز مواقعها هناك أصيب خمسة جنود من أفراد اللواء 21 ميكا بجروح في الهجوم المباغة الذي شنته الميليشيا الانقلابية على مواقعهم في الجبهة الشرقية من مديرية عسيلان وبيحان وأوضح مدير المستشفى الميداني بمنطقة ظليمين الدكتور علي أذيب أن المستشفى استقبل اليوم خمسة جرحى وتم إجراء لصعفات الطبية اللازمة لهم ونقل ثلاثة منهم إلى مستشفى عتق وأكد مصدر عسكري أن هذه الاعتداءات الغادرة التي تعرضت لها مواقع تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمثل خرقا سافرا وواضحا للهدنة ووقف إطلاق النار مشيرا إلى أن هذه الميليشيا ستظل في غيها ولن تحترم أي من الاتفاقيات أو المشاورات ولوها المصدر بأن الأبطال المقاتلين من أبطال اللواء الحدي والعشرين ميكا والمقاومة الشعبية سيظلون صابدين في مواجهة العناصر الإنقلابية والقضاء عليهم وتحرير مديريتي بيحان وعسيلان منهم ومن أعمالهم التي تتنافى مع أخلاقنا الإنسانية تفقد وكيل محافظة شبوى علي الحارثي جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مستشفى عسيلان واستمع خلال لقائه بإدارة المستشفى والطاقم الطبي لشرح عن طبيعة التجهيزات الفنية والطبية في المستشفى وطبيعة الخدمات العلاجية التي يقدمها للمرضى خاصة جرح الجيش والمقاومة وأبرز الصعوبات التي تواجه المستشفى وفي مقدمتها حاجة المستشفى لبعض الإخصائيين والتجهيزات ومستلزمات الطبية الضرورية وعدم صرف مرتبات الطباء لجانب العاملين في المستشفى منذ عدة أشهر وأكد الحارثي على الإبلاغ عن أي حالات تحتاج لنقلها إلى مستشفيات أخرى في الداخل أو الخارج لاستكمال العلاج ونحن أرسلنا رسائل وبرقيات إلى القارئ وللأجهات الأخصاص لدعم هذه الوحيدات العسكرية والألوية في هذا المواضف الحالي نحن اليوم في المستشفى عشيلان في زيارة لأبطال القوات المسلحة والمطاومة ورفقة الشيخ علي براشد الحارفي لقائم بأعمال الحمد الشيخوة وحقيقة لمسنا اهتمام كبير من المستشفى بالجرحة ونشكرهم على هذا الاهتمام وهذا واجب الوطني أفتح محافظ عدن اللواء عيدروسة الزبيدي ومعه مدير مديرية المنصورة محمد عمر البرير وضت الضياء وفي الافتتاح أساد الأخو المحافظة بالجهود التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في عادة وتأهيل المرافق الخدمية والتنموية والتعليمية في المحافظة عدن مؤكدا على أن الإمارات الخير قدمت الكثير من الدعب والمساعدة في مختلف الجوانب مشيدا بالاهتمام والرعاية التي توليها حكومة وشعب الامارات الداعم لمحافظة عدن يأتي هذا الافتتاح بعد أن نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشروع العاشر في اليمن والمتمثل في تأهيل روضة المنار بمديرية المنصورة في محافظة عدن وذلك ضمن مبادرات سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس العلى للأمومة والطفولة ناقش اجتماع بمحافظة أرخبيل سقطر اليوم برئاسة المحافظة سالم عبدالله السقطري خطة تنمين المحافظة بالمواد الغذائية خلال فصل الخريفة الذي تشتد فيه الرياح في البحر وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة ربزي محروس ومدير عام مديرية حديب سالم داهق ومدير عام الصناعة والتجارة يحيى الحامد وعدد من المستثمرين والتجار ضرورة توفير جميع المتطلبات والاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية لتغطية احتياجات المواطنين خلال الفصل القادم وذلك قبل فصل الخريف الذي تشتد فيه الرياح الموسمية وتمنع وصول السفن للميناء لتهيج البحار وأكد المحافظ سالم السقطري ضرورة تكاتف الجهود بين السلطة المحلية والتجار والعمل على التنسيق المستمر لضمان عدم حدوث أي أزمة غذائية خلال فصل الخريف وتلبية متطلبات السوق بكافة أنواع المواد الغذائية كما أشهد المحافظ السقطري بالجهود المبذولة من قبل مكتب الصناعة والتجارة على متابعته المستمرة للتجار والموردين والعمل على التقييم الدائم عن نسبة المخزون الغذائي بما يتواكب معه حركة السوق المحلي عقد بسيون اجتماع استثنائي لعدد من مكاتب الوزارات الخدمية بوادي وصحراء حضرموت للوقوف على أثار الأمطار التي هطلت على وادي حضرموت خلال اليومين الماضيين وبيّن الاجتماع الذي رأسه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدين أن نشرة التقص الصادرة من مركز الإرصاد بالمطار سيئون مطمئنة وتظهر مؤشراتها الأولية عدم وجود منخفض جوي واستعرض الاجتماع نتائج النزول الميداني لعدد من تلك المرافق والتي بيّنت وجود مخلفات البناء والقمائم وإطارات السيارات في مجال السيول مواكدا تظافر الجهود والمشاركة المجتمعية والمساهمة في إزالة تلك المخلفات وشدد الاجتماع على وجود فرق الصيانة بالمرافق والمؤسسات الخدمية بجاهزية عالية للمعالجة السريعة والتغلب على المشكلات التي تنتب بسبب الرياح وسمرار هطول الأمطار مبينا أن الخدمات خلال اليومين لم تتأثر بحالة تغيير الطقس والمناخ وحضر المجتمعون الأهالي بالابتعاد عن مجال السيول عند تدفقها ومنع الأطفال من الاغتسال أو الخروج للمياه في السيول لماذا يترتب عليها من نتائج وخيمة لا تحمد عقبها كما دعا إلى تفعيل إدارة البيئة لمراقبة وتحليل مخاطر المخلفات التي تحملها السيول من الهضاب والأودية ناقش مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي منصور حنشال مع مدراء مكاتب الصحة ومشرفية تحصين بالمديريات الاعداد والتحضير للحملة الوطنية لشلال الأطفال الذي سينفذ يوم غدا في جميع مديريات محافظة أبيان وتستهدف الذي سيجرى في محافظة أبيان في الخامس وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام أعلام المحافظة ياسر بعزب أكد الدكتور حنشال أن الحملة يشارك فيها 643 من الفرق وأحد عشر ألفا وثلاثة ومية وثلاثة واربعين كادرا صحي ومية وثلاثة واربعين مشرفين واثنين وعشرين مشرفا من المحافظة وتستهدف الأطفال من منزل إلى منزل ودعا كل العاملين ووسائل الإعلام والإرشاد والأوقاف التفاعل الإيجابي وتوعية كافة شرائح المجتمع للتفاعل الإيجابي مع الحملة حضر اللقاء المشرف المركزي عارف يوسف داود ومدير التحصين علي حسن مجهر ومدير الرعاية علي منصور دشنت بمديرية التواهي حملة النظافة التي نظمها المجلس الشعبي وصندوق النظافة والسلطة المحلية بالمديرية وأكد مدير المديرية التواهي الأخ علي قائد أهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على نظافة المديرية مشيرا إلى تعاون أبناء مديرية التواهي وتفاعلهم مع الحملة باعتبار النظافة سمة بارزة لهذه المديرية الهامة من جانبه أوضح المهندس كتبية عمر رئيس المجلس الشعبي بمديرية التواهي أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشعبية والمجتمعية لترسيخ مدأ العمل الجماعي ورفع مستوى الواعي بين أوساط الشباب بأهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على نظافة أحياء وشوارع وسواحل المديرية من جانبه أوضح الأخ فضل علي البري نائب الرئيس المجلس الشعبي بمديرية التواهي أن الحملة ستستمر ثلاثة أيام بدءا بمنطقة التواهي والقلعة وأخيرا منطقتين فتح وساحل جلدمور هذا وقد شارك في حملة النظافة كل من نبيل عامر مدير شرطة التواهي والعقيد عبدالقالق الزامكي مدير شرطة القلعة وعدد من المسؤولين وقيادات السلطة المحلية مدير عام مديرية التواهي نشكر المجلس الشعبي المديرية التواهي والمجلس المحلي وصندوق النظافة والشباب والحاضرين جميعا الذين ساهموا معنا بحملة النظافة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام فنشكر الجميع لتفاعلهم وتعاونهم معنا وشكرا جزيلا عبدالرحمن الشعوي عضل هي الأيدارية للمجلس الشعبي التواهي وحملة النظافة تأتي في أطار نشاطات المجلس الشعبي المديري التواهي والذي يعمل إلى جانب المديرية وغيات المحافظة من أجل النهوض بالمحافظة والمديرية الوكهة أفضل وكل قيادة المجلس الشعبي وغلبية أعضائها جميعهم المقاومة الجنوبية الباسلة زي العلي قاسم من مدير التواهي من أبناء مدير التواهي أشكر كل اللي شاهموا بهذا اليوم وأتمنى من العنصر النسائي أن ينزل يوم وغاد إن شاء الله بالقل وعايدة أمكان نحن متواقدين ثلاثة أيام ثالث يوم بيكون إن شاء الله بالفتح وأتمنى من الكل يساعد في هذه الحملة كلنا أبناء عدن وكلنا نحب نظافة عدن إن شاء الله ناقش أمين وعامل مجلس المحلي بمديرية البريقة محافظة عدن وليد الحاج أسباب ضعف وانقطاعات المياه في عدد من مناطق المديرية جاء ذلك خلال لقائه بمدير مكتب المياه بالمديرية المهندس صلاح العيدروس واستمع إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انقطاعات المياه في المديرية والمتمثلة في الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي ما يؤدي إلى توقف ضخ المياه من الآبار إلى المديرية كما استعرض اللقاء الأعمال المهائية في مشروع تقوية المياه في منطقة الزخف الأحمر والذي من المتوقع انتهاء الأعمال فيه خلال الأيام القائلة القادمة وطالب أمين عامل مجلس المحلي بالمديرية المنطقة الثالثة للكهرباء ربط محطة ضخ المياه في منطقة الفارسي بالتيار الكهربائي من أجل استمرارية ضخ المياه إلى الخزانات الواقعة بالقرب من شركة مصافي عدن والتي تغذي مناطق المديرية بالمياه برعاية محافظ عدن اللواعي دروس الزبيدي انطلقت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات اللقاء العلمية حول مرضى السكري وعلاقته بالصحة العامة والذي ينظمه قسم طب المجتمع والصحة العامة والعلوم الصحية بجامعة عدن على مدى ثلاثة أيام والذي يهدف إلى رفع مستوى الواعي بالوقاية منه وتحسين أنظمة الترصد لهذا المرض اللقاء الذي ضم عددا من الأطباء الاقتصاصيين والذي ألقيت فيه كلمات عن السلطة المخلية وألقى الدكتور صالح الحكم مستشار محافظ عدن لشؤون الصحة كلمة وجامعة عدن الدكتور حسين باسلامة ومكتب الصحة بعدا الدكتور الخضر الأصور وكلية الطب والعلوم الصحية الدكتور هدى باسليم وأثنت الكلمات في مجملها على الجهود الداعمة لهذا اللقاء الذي من خلاله يتم إلقاء الضوء على البحوث العلمية الراصدة لكل ما هو جديد في عالم الطب والعلاج والوقاية منه بعد ذلك قدم المشاركون من الأطباء الاقتصاصيين عددا من البحوث الخاصة بمرضى السكر وعلاقته بالتنمية في المجتمع وعلى هامشة هذا اللقاء العلمي منح الأستاذ أحمد عمر بن سلمان الإذاعي في إذاعة عدن الدكتوراه الفخرية لجامعة عدن صاحب برنامج العلم والإنسان الذي يعده ويقدمه في إذاعة عدن منذ ما يقارب من خمسين عاما تكريما لدوره واهتماما بالبرامج العالمية والصحية كما تم منح تكريم الدكتور عبدالله سعيد حطاب المؤسس الأول عميد كلية الطب جامعة عدن وكذا في إسهامه في تأسيس معهد أمين ناشر قبل عقود نفذ موظف تلفزيون عدن وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة ووزارة الأعلام وقيادة المحافظة بإعادة بث القناة من عدن بما يليق وتاريخها العريق كأول تلفزيون في شبه الجزيرة العربية منذ ستينيات القرن الماضي كما طلب الموظفون بمحاسبة كل من نهب أو ساعد على نهب محتويات القناة العريقة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة تلفزيون عدن جرت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في مديرية التواهي بمشاركة نقابة الصحفيين والإعلاميين وممثلية المواقع الإخبارية ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعودة بث القناة وتعيين قيادة لها بالإضافة إلى محاسبة العابثين بها وتعد قناة عدن أول محطة تلفزيونية تأسست في الجزيرة العربية عام 64 أقيم في نادي الجلاء تسليم الملاعب الشعبية المتحركة للعبتي كرة القدم والطائرة وذلك بدعم محافظة عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن وبالتنسيق مع اتحاد شباب خورمكسر مراسي متسليم الملاعب المتحركة شهدت حبورا كبيرا من قبل شخصيات في وزارة الشباب ومديرية خورمكسر حيث عبر المستفيدون من هذه الملاعب عن سعادتهم وشكرهم الكبير لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي ومكتب الشباب والرياضة بعدن الممثل بالدكتور عزام خليفة الذي أفتتح مراسيم التسليم وسعى جاهدا لتسليم الملاعب الشعبية المتنقلة لأبناء خورمكسر كما أكد الدكتور عزام خليفة أنهم سيستمرون بدعم الفريق الشعبي الفرق الشعبية ليست على مستوى مديرية خورمكسر فقط بل على مستوى محافظة عدن حتى تسود الرياضة بشكل كبير جميع أنحاء محافظة عدن الرائدة بكرة القدم مختتما حديثه بالشكر والتقرير للمحافظ عيدروس الزبيدي مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا المساء الطيب تحياتي وطحيات طاقم العمل دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة